أهلا بحضراتكم من جديد. قبل ما نتكلم عن مبرات اليوم الهم أمام فيوتشر. فيه كان بس حاجة مهمة كده لازم نتكلم عنها. وبالتحديد فيما يتعلق باستاذ النادي الأهلي لأن بعض الأخبار خرجت على مدار 48 ساعة اللي فاتت. أن الأهلي استقر خلاص على الشركة اللي هتعمل الأستاذ واللي هتسمي الأستاذ على اسمها. لسه بيتفق على الفترة المحددة اللي بقى الأستاذ بيحمل اسمها هذه الشركة. وأن خلاص الأهلي في خطواته الأخيرة والنهائية. الكلام ده غير صحيح بالمر. وبالمناسبة يا جماعة. استاذ الأهلي ده حلمنا كلنا كأهلوية يعني. ومجلس الإدارة يعني ما بيبخلش بأي مجهود في طريق إنجاز هذا حدث الهم أو هذا الإنشاء المهم جدا جدا بالنسبة لكل جمهير النادي الأهلي. وهذه منشأة يعني تعديدا. فأول ما حيبقى فيه حاجة رسمية الأهلي حقيق اللي نعطوه لجمهوره. لأن الكل متركب والكل عايز الحلم ده يتحقق والكل منتظر. فيه خطوات مهمة بيقوم بها مجلس إدارة النادي الأهلي وبيتم الإعلان عنها. لكن الخطوة الأخيرة دي حتى الآن لم تنتهي. فبالتالي حقر لحضراتكم خبر وإعلان النادي الأهلي بخصوص إنه لسه ما حسمش رعاية الأستاذ. وده اللي قاله النهاردة الأهلي لم نحسم حقوق رعاية الأستاذ وشركة المنشآت تدرس كافة العروض. نفت إدارة النادي حصول أي شرك على حقوق تسمية وتمويل مشروع أستاذ النادي الأهلي. وقال الدكتور سعد شربي المدير التنفيذي لنادي إن ما يتردد فيه هذا الشأن غير صحيح بالمرة. وإن النادي تلقى بالفعل العديد من العروض المحلية والعالمية الخاصة بالأستاذ وده حقيقي. لكن الأمر لا يزال قيد الدراسة. وإن شركة الأهلي للمنشآت الرياضية سوف تجتمع خلال هذا الأسبوع لمناقشة تلك العروض لاختيار الأنسب. وما يحقق مصلحة الأهلي وطموحات أعضاءه وجماهيره. يعني باكتضاب وباكتصار كبير جدا جدا الأهلي وضح الموقف بالنسبة لكل جماهير وأعضاءه. فأي حاجة تسمعوها غير كده هي غير صحيحة بالمرة. إحنا في انتظار إيه؟ في انتظار أن خلاص يعني الناس حتى قالوا لنا النهار ده أن خلال أسبوع حيبقى فيه اجتماعي يحسم يعني الملف ده بشكل كبير. أسبوع بقى عشر تيام. أيا كان هو الهدف أن الهدف اللي الأهلي بيحاول يكسب أكبر مكسب مدي واقتصادي واستثماري من خلال إنشاء أستاذ النادي الأهلي. فبالتالي عنده عروض كتير قوي بيدرس بيشوف الأنسب لمصلحة الأهلي وجميعه وأعضاءه وعيتم اتخاذ القرار. وإحنا واسقين في كده جدا جدا ومتمنين بشكل كبير قوي. فده فيما أتعلق بموضوع الأستاذ. موسيقى